كم يمدح الشعراء أبطالهم بالشجاع ويصفونهم بالأسود فهل تعلم من هو أحق الشجعان بهذه الصفة وأجدرهم بذلك المديح إنه حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب ولد حمزة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وقيل بأربع وأسلم في السنة الثانية من البعثة ولما أسلم عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وأن حمزة سيمنعه فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه ولازم حمزة نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر معه كان من أشجع الناس وأقواهم بأسا وهو أول من بارز يوم بدر قال أبو ذر رضي الله عنه إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر سأل أحد المشركين عبد الرحمن بن عوف يوم بدر من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره قال قلت ذاك حمزة بن عبد المطلب قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل وفي غزوة أحد كان يقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بسيفين ويقول أنا أسد الله وأسد رسوله فكمن له وحشي بن حرب تحت صخرة ثم رماه بحربته فقتله وأسلم وحشي بعد ذلك وقتل مسيلمة الكذاب كفارة عن قتله لحمزة وكان استشهاد حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد في شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة وهو ابن تسع وخمسين سنة فعاش وهو أسد الله ورسوله ومات وهو سيد الشهداء قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة حمزة